السلام عليكم ورحمة الله نتكلم دلوقتي عن بعض المصطلحات الهامة جدا في عملية التجفيف وهي الـ Dry Bulb Temperature و الـ Wet Bulb Temperature ما الفرق بينهما وماذا تمثل هذه المسمية الـ Dry Bulb Temperature is usually referred to as the Ambient Air Temperature هي درجة حرارة هواء الغرفة it is called Dry Bulb because the air temperature is indicated by a thermometer not affected by the moisture of the air the Dry Bulb Temperature can be measured using a normal thermometer freely exposed to the air but is shielded from moisture ما الذي يحدث؟ لدينا في المعمل ودينا الأشياء اللي هيختبرها الطالب في الجانب العملي من هذا المقرر جهاز السايكوميتر وهو جهاز يعمل على قياس درجة حرارة رطوبة الهواء الـ Dry Bulb Temperature والـ Wet Bulb Temperature هي عبارة عن قياس درجة حرارة الهواء كيف يتم ذلك؟ كيف يتم ذلك؟ تتم بواسطة ثيرموميتر هو ثيرموميتر عادي جدا 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 يعمل بالميركوري نعرض هذا الثيرموميتر لدرجة حرارة الغرفة فنتحصل على هذه الدرجة بدون وجود أي أثر للرطوبة فنشوف الفرق دلوقتي إذا نظرنا إلى الـ Wet Bulb Temperature في حالة الـ Wet Bulb Temperature بيكون لدينا ثيرموميتر شبيه بذلك في حالة الـ Dry Bulb لكن هنا هذا الثيرموميتر بيكون محاط بقطعة من الـ WIC هذه القطعة بيتكون مغمورة في Water فبالتالي بتكون دائما هذه القطعة تحتوي على الرطوبة فبيدخل الهواء بيصطدم بهذه القطعة الرطبة بيكتسب الرطوبة إلى أن يصل إلى مرحلة التشبع وعندها يعطينا ما يسمى بالـ Wet Bulb Temperature وهي درجة حرارة الهواء بعد تشبعه بالرطوبة فبالمقارنة بينهما بنجد بأن لدينا two thermometers واحد لقياس الـ Dry Temperature والآخر يقيس الـ Wet Temperature الفرق بينهما أنه السيرموميتر الذي يعمل على قياس الـ Wet بيكون محاط بقطعة رطبة يمر فيها المياه ثم يصطدم بالميركوري في الداخل فيعطينا درجة حرارة الهواء وهو مشبع بالرطوبة بينما الثيرموميتر الآخر يعطينا درجة حرارة الهواء بدون أي تشبع للرطوبة وطبيعي جدا ولا بد أن تكون الـ Dry Bulb Temperature دائما أعلى من الـ Wet Bulb Temperature نستفيد من هذه الدرجات لحساب كمية الرطوبة التي تنزع من الهواء بعد عملية التجفيف في الغالب هذه النقاط لا تتساوى لكن إذا تساوت الـ Wet Bulb Temperature مع الـ Dry Bulb Temperature يمكن أن يكون ذلك بسبب أن الهواء متشبع في حالة الـ Dry Bulb ألقاء Air Air Is Humid فيعطينا قراءة شبيهة بتلك التي يعطيها الـ Wet Bulb Temperature أو الخيار الآخر والسبب الآخر أنه الـ Dry Wic هذه الخارجية تكون جافة فبالتالي سنتحصل على نفس درجة الحرارة التي تحصلنا عليها في الـ Dry Bulb Temperature سنتحصل على نفسها للمشاهدة القطعة شكرا